ولا واحد عرف يحول الفسيخ شاربات لغاية دلوقت عمليا ولا واحد لكن هو مثل بتقال في مصر ان واحد ينفع يحول ده هل الله يستطيع ان يحول او يستخدم رمة اسد لكي يظهر فيه العسل قال لك الله اللي بيحول هو ده بس هو الوحيد فنخليني النهار ده زي ما ورد في الكتاب المؤدس تلت امور الله حولها ودي حلوة ما تعرف ان ربنا اللي بيعمل كده يبقى ما حدس بيعرف يحول الفسيخ شاربات لكن الله اللي بيعرف يحول من رمة الاسد اهو رمة اسد عارفين بعض من غير ما تقرفوا يعني اما الاجانب بيقربوا من الفسيخ بتاعنا والملوحة بيقول لك ده حاجة انتي حاجة مش عايز اقول كلمة تانية فرمة اسد رمة اسد خارج منها عسل وخليني اتكلم عن تلت نقاط حول هذا الموضوع الله الذي يحول النوح الى رقص ويحول المرارة الى سلامة ويحول اللعنة الى بركة هذه الامور وردت بالنصوص انا مش جايب حاجة من عندي بالنصوص في الكتاب المؤدس في العهد الادين يحول النوح الى رقص او الى فرح يحول المرارة الى سلامة يحول اللعنة الى بركة وخليني أبتدي من هذا الأمر في يحول كيف أن الله يحول النوح إلى رقص الآية دي في كتاب المؤدس في سفر المزامير كتير بنقراها ونصلي بها في مضمور 30 يقول استمع يا رب وارحمني كل معينا حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا في مضمور 30 حولت نوحي إلى رقص لي أنت بتعرف تحول النوح لرقص أظن ابنة ييروس كل الناس جمعزه صح النهار ده النص اللي تقرأ على ما سمعنا كل الناس جمعزه مين اللي وحيد اللي حول البكة إلى الناس تبقى فرحانة خادم من الخدام راح بلد وما راح بلد قالوا له الخدمة زمان يعني كلام ده من سبعين ثمانين سنة فلوله الناس ما بتجيش فتعال عقود عندنا في البلد شوية عقود خدمنا ونكفأك يعني فرح الخادم أول ما راح دخل البلد قالوا له ده يعني أدمك مساعد الست مرات فلان باشا ماتت على حسك يعني معناها إيه روح فراح الراجل الخادم راح هيوعزه فراح البيت بتاع الباشا وما راح ببيت الباشا الناس عمالة طولته مش عايزين يسلمه ولو بيقوله الخدم الجديد خدم الجديد إيه إلا جيه خبر من المستشفى قالوا إيه قالوا الست ما ماتتش فاللي بيصوتوا وعياتوا حصل إيه قاعدوا يبوصوا في الخدمة ده أنت وش قدمك ساعد ده أنت معرفش إيه حولت نوحي إلى رقص اللي من يعرف يحول يا عزيزي نوحك النوح ده درجة أعلى من البكاء مش بكاء بس ممكن بكاء كده واحد ينزل من غير من غير ما يتكلم زي الأخوات عندهم قدرة تنزل حنفيات مية من غير ما تعمل صوت إنه واحد حاجة صوت فيها صوت زي الراجل لما يبكي يبقى صعب جدا الراجل لما يبكي يضبط حتى جسده الأخوات عندهم قدرة الله يطيهم الصحة فمين اللي يقدر يحول النوح إلى رقص يا عزيزي حاجة واحدة بس بيقول عنها الكتاب إن الربنا بس اللي بيعمل كتاب هو ربنا بس تبقى تبكي وتصرخ وتنتحب وتعيط حتى لو راجل من الذي يحول المواقف لا يستطيع حتى أقول حتى في الدكاترة ممكن دكتور مشهور وبعدين يقول لك أصلي سوري ما نقدرش نعمل حاجة موضوع في إيدا ربنا